احتفلت الفنانة المصرية ياسمير رئيس مساء أمس بليلة حنتها التي أخفتها عن متابعيها ولم تفصح عن ارتباطها نهائيا خلال الفترة الماضية وسط عدد من صديقاتها من الوسط الفني وخارجه ونشرت ياسمير رئيس عبر خاصية ستوري في انستجرام عدد من الصور والفيديوهات التي شهدت إطلالتها بفستان أبيض قصير وطرحت زفاف بيضاء قصيرة وتاج وذلك بحضور الفنانة دين الشربيني والفنانة دنيا سامي ولم تكشف ياسمير هوية العريس بنفسها ولكن تداولت مصادر في الوسط الفني ومنصات التواصل الاجتماعي أنه رجل أعمال يدعى أحمد عبد العزيز وتكتمت ياسمير رئيس على الخبر وتواصل ياسمير رئيس تصوير فيلمها الجديد الفستان الأبيض الذي تقدم فيه دور بائعة وجبات سريعة ويضم العمل عدد كبير من الفنانين بينهم أسماء جلال أحمد خالد صالح ومن تأريف إخراج جيلان عوف يذكر أن الفنانة ياسمير رئيس انفصلت عن المخرج هادي الباجوري قبل عامين تقريبا بعد حديثه عن قبوله تقديم زوجته مشاهد جريئة إذ أعلنت الفنانة ياسمير رئيس يوم الثلاثناء في 22 فبراير من عام 2022 خبر طلاقها رسميا من المخرج هادي الباجوري وذلك بعد سبع سنوات من الزواج وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إكس قائلة وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم صدق الله العظيم الحمد لله على كل شيء عشرة طويلة ولكنها لم تدم يذكر أن رجل الأعمال أحمد عبد العزيز كان متزوج من الإبن الصغرى لفنانة رغدة وبحسب بعض المصادر فإن حفل الزفاف سيتم يوم الخميس القادم